حكاية مرض إيبولا أخطر الفيروسات المميتة على الأرض مرض الأرود، الحمى النازفية، المرض المعضي المميت، آكل لحوم البشر دي كلها أسماء لمرض واحد بيعتبر أخطر الفيروسات اللي تم اكتشافها في الأربعين سنة اللي فاتت قدر في غمضة عين ينهي حياة 11 ألف شخص في أفريقيا ولو حد تصاب بي فاحتمال يموت بنسبة 90% ورغم إنه منظمة الصحة العالمية أعلنت إنها تخلصت منه إلا إنها لحد النهاردة بتحذرنا منه المرض ده هو فيروس إيبولا فتعالوا نعرف إيه حكايته وإزاي نقدر نحمي نفسنا منه لو فاكرين إن أمريكا هي أول دولة تصابت بمرض إيبولا علشان كانت استورادت شوية قرود من الفلبين أحب أفجأك بقى إن السودان والكونغو اتصابوا بي قبلها مهو في سنة 1976 كان فيه قرية في الكونغو مليانة أمراض وكل يوم والتاني حد يموت فيها وقتها مرض إيبولا تشر ما بين الأمراض اللي كانت منتشرة مهو معظم دول إفريقيا في الوقت ده كان بيسيطر عليها الفقر والجهل والمرض وأول حد كان من ضحاياه طفل صغير يدوب عنده سنتين إيبولا ده نهر في الكونغو ولما مات الطفل كان جانب النهر فعشان كده اتسمى المرض بإيبولا وفي الوقت ده ما كانش حد عارف أصلا إن فيه مرض إيبولا لحد ما جت سنة 1995 برضو في قرية الكونغو واحد كان شغال في منجم فحم الراجل ده بعد ما خلص شغله وهو مروح البيت وقع مرتين وقتها أهله هناك قعدوا يسألوه مالك حاسس بإيه؟ ده أنت كنت زي الفل وإنت رايح الشغل قال لهم إنه حاسس بصداع هيخلي دماغه تنفجر وحمم خليه مش عارف يمشي وفضلوا كام يوم يعالجوا فيه لحد ما نزف دم من ودانه ومناخيره وفي النهاية اتكل على الله ومات المصيبة بقى إن أهله اللي كانوا بيلمسوه اتصابوا بالمرض لحد ما مات 12 شخص من عائلته مش قلتلكم من شوية إنه إفريقيا دايما هي السورس لأي أمراض المهم عدة الأيام وفيروس إيبولا كل ما يصيب حد يخلص عليه والموضوع انتشر على الآخر وقتها قرر حد من الدكاترة يجمع عينات من دم المرضى وبعتها المركز مكافحة الأمراض الأمريكية وقتها تعرف إن اللي حصل ده من مرض إيبولا منظمة الصحة العالمية بتقول لك يا سيدي إنه خففيش الفكهة من فصيلة بتيرو بوداي داي هي اللي عملت كل البلاوة دي وتسببت في فيروس إيبولا وده عن طريق ملامس الدم الحيوانات المصابة بعدوى المرض أو إفرازاتها أو أعضاءها زي قردة الشمبانزي والغوريلا وخففيش الفكهة والناس نيس فوارد جداً الناس اللي ماتت في الكونغو يكونوا لمسوا فكهة عليها إفرازات من الحيوانات دي فاتنقل للجسم عن طريق جرح وفضل ماشي في الدم لحد ما ماته ومن وقت التسعينات المرض كل يوم والتاني يظهر في مكان مختلف ومحدش قادر يسيطر عليه طايح في الكل بكل قوته الكارثة بقى إن المرض ده ممكن يتنقل حتى بعد الموت فمثلاً في تشييع الجنازة لو حد لمس جثة المتوفي هتنقله المرض واحتمال يشيعه جنازته هو كمان معاه لحد ما جات سنة 2014 وما أقولكوش على الكوارث اللي حصلت المرض صاب أكتر من 28 ألف شخص ومات منهم 11 ألف وكانت الدول المتضررة منه غينيا وليبيريا وسيريا ليون وفيد الكابوس إيبولا يطارد الدول دي لمدة سنتين لحد ما أعلنت الصحة العالمية في يوم 14 واحد نهاية وباء إيبولا في غرب أفريقيا لكنه متوقع يظهر في أماكن تانية من جديد وده اللي حصل فتقريباً كل سنة المنظمة بتطلع بيان إنه في حالات مشتبه بيها بإيبولا وعشان كده الكل لازم ياخد باله بس قبل ما أقولك إزاي خلي بالك إنه المرض أول ما بيتنقلك ممكن بتظهر شوية أعراض عليك زي حمى وقلم في العضلات وصداع والتهاب في الحل مع تقيق وإسهال وظهور طفح جلدي واختلال بوظائف الكلا والكب ونسف الدم من اللسة الخطير بقى في الموضوع إنه مفيش علاج فعال أثبت لحد دلوقتي قدرته على تخلص من الإيبولا لكن فيه فرصة للنجاة من إيبولا وده عن طريق غسل الكلا وعمليات نقل الدم والعلاج المعتمد على استبدال البلازمة ياريت ما ننساش إنه نضافة الأكل واللبس والبيت وطبعاً نضافتنا الشخصية من أهم الوسائل في منع انتشار المرض وبكده انتهت حكاية مرض إيبولا أخطر الأمراض في تاريخ لو عجبتك الحكاية ياريت ما تنساش تشيرها مع أصحابك واستنونا في حكاية جديدة من حكايات فيديو عين مصر